في أكيد فرق كتير تتمنى وجود تريس جيه في البريميان ليج يعني مش لازم تكون من توب فايف أو يعني لكن فيه فرق كتير كان ممكن هو خطواته مستعجلة شوية خطواته مستعجلة و لا تتم إدارة موهبة تريس جيه بالشكل كيف أعتقد لو كان فيه حسن إدارة حسن اختيار للفرق اللي بينتقل لها تريس جيه أعتقد كانت هتفرق كتير جدا مع موهبته خاصة من وقت صغيره في السن يعني نتكلم لأول موسم الجاي انتقل للفريق حتى لو أقل من أسطن فيلا شوية في الدور الإنجليزي فريق منتصف الجدول هيفر معاه جدا وهيفضل طول الوقت تحت نظر خروجه للدوري زي الدور التركي بيقلل احتمالية رجوعه لإنجلترا مرة تانية و بيقلل كمان احتمالية انتقاله لأن ده أكبر عكس وجوده في الدور الإنجليزي لأوضوع مصلطة عليها أكبر احتكاك أكبر فيه مستوى مختلف شوية عنها لكن أنا أعتقد أنه يعني هيستمر في الدور التركي الفترة طويلة فترة طويلة ما أعتقدش أنه هيروح أبعد من أبعد من كده رغم أن أنا كنت أعتقد يعني نموهوب ترسجي نحن كنا نتمنى يعني أنا على مستوى الشخصي كنت أتمنى أن ترسجي يستمر في البرميال ليج لأن زي ما أنت بتقول البرميال ليج ليه رونة خاص وليه شعبية كبيرة على مستوى العالم خروجه يعني يمكن حيلعب آه دوري أبطال أوروبا مع يعني ترابزون مش هيروح بعيد في دور الأبطال يعني أعتقد أن ترسجي لو كمل موسمين أو ثلاث مواسم في الدور الإنجليزي بشكل مستمر ولعب مستمر هيكون على الأقل في أول ست فرق في الدور الإنجليزي مستوى يؤهله للعب في فرق بالمستويات دي طيب لو كنا بنتكلم أنت تكلمت على نقطة يعني أعتقد نقطة يعني سليمة مية في المية عدم إدارة إدارة ترسجيل ليه أو ما فيش حد إيجنت ممكن على مستوى عالي بيدير أعماله بشكل جيد على الجانب الآخر محمد صلاح شفت إزاي تجديد تعاقده مع ليفر بول بعد كل الناس ما كانت بتقول إن خلاص محمد صلاح مستمر لنهاية الموسم يعني الموسم القادم هيكون ليه وجهة أخرى شفت إدارة الملف إزاي يعني إدارة ملف التعاقد مع محمد صلاح إزاي يعني هو كان زكي جدا في إدارة الملف حدرك فاكر إحنا كنا في الحلقة الأخرى كنا بنتكلم إن خروج ماني ممكن بشكل كبير يساهم في تجديد محمد صلاح خاصة إن تعويض محمد صلاح هيكلف ليفر بول كتير لكن صبر محمد صلاح على التجديد تركيزه وكمان في الملعب رغم في كلام إنه هيمشي من الفريق يمكن قبل التجديد كمان كان في كلام يعني بعض الأنباء بدأت تخرج إنه هيخرج من ليفر بول وليفر بول طالب 60 مليون سترليني فيه مقابل خروجه إنه هيعرضه للبيع وما شابه وفي لحظة ما يمكن ما فيش ولا صحف في العالم ويمكن حتى صحفي المقربين من ليفر بول كان عنده معلومة التجديد لمحمد صلاح أعتقد إن لقدم محمد صلاح المسم اللي فات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي أثبت نوع مهم في مشروع ليفر بول مهم في استمرارية مشروع ليفر بول أكيد في عوامل أخرى ساعدت تجديد محمد صلاح زي خروج ماني خروج قريجي سقف الرواتب مختلف لكن لو بصينا على محمد صلاح نفسه إزاي تعامل مع ملف التجديد تعامل بذكاء جدا طوال الموسم تقريبا ملتزم التزام تام هدف الدوري الإنجليزي في نهاية دور أبطال أوروبا وأفضل لعف ليفر بول ممكن كان فيه تقرير كمان لبي بي سي وأسالة كانت بتكلموا على دور محمد صلاح في تطوير المواهب في ليفر بول إزاي بيقدر اللعابة الصغيرة بتلتفح وليه محمد صلاح إزاي بيقدر يوجه لهم النصايح بشكل مستمر إزاي ممكن يساعد اللعابة دي أعتقد كل الحاجات دي مع طبعا العملة الاقتصادية مع خروج ماني سهمت بشكل كبير جدا في تجديد لكن قبل أي شيء احترافية محمد صلاح مستوى البدني المزهل مستوى البدني بتكلم عليه محمد دايما إحنا هنا في المحترب بنحاول نسلط الضوء على الحاجات المنورة والناس إزاي بتتعامل بشكل أكتر من رائع في جميع الملفات بقى بنتكلم فني لكن كمان الجانب على مستوى الإدارة على مستوى الإدارة أن محمد صلاح في كل المؤتمرات الصحفية كان عارف بالضبط هو بيقول إيه إمتى بيطلع الكلام ده وأعتقادي كمان في آخر مؤتمر صحفي قال أنا مكمل الموسم ده مع لي بارتبول دون الإشارة لأي تجديد على الجانب الآخر زي ما أنت بتقول بيحق أرقام قياسية بيقدي في الملعب لكن الراجل عنده عقد لمدة عشر سنين إزاي ننقل بقى الثقافة دي للاعبتنا هنا يعني هنا اللعيب تلاقي خلاص عقده بيقلص وتلاقي تصرحات أصل ده جاي له ده ورايح فيه وهو اللاعب يطلع يقول أنا بطلب كذا يعني إزاي ننقل الثقافة دي وملف في تجديد محمد صلاح على المستوى الإداري وتنصح بإيه لعبتنا وإدارتنا هنا في مصر هي كمان في تجديد محمد صلاح في نقطة مهمة هنرجع لها هنقولها قبل ما نروح لعب المصرين لأن لعب المصرين بتعمل كده بساد يوماني مثلا قبل نهاية دورة ربطال أوروبا خرجت أنباء عن مفاوضاته مع باير المنخ وأنه ده آخر مبارالي التسريب ده أثر بشكل كبير جدا على رغبة ليفربول في الإبقاء على ساد يوماني لكن محمد صلاح ما فتحش الملف لأي نادي في العالم للتفاوض معاه ما سمعناش عن مفاوضات بين أنديا ومحمد صلاح حتى لما كان بيطلع حاجة يقولك مع برشلونة ما كان شوه بيعطف بالضبط أعتقد ده جزء من شخصي محمد صلاح بيعبر عن شخصية مسؤولة شخصية احترافية مسؤولة إذا حتى حاب يستخدمه كورقة للتفاوض مع ليفربول ما بيستخدمه في توقيت زي ده لكن بيستخدمه فيه توقيت مناسب بالنسبة لعباء المصريين والالتزام بها يمكنك مش عايز أنتقد الأندية المصرية بس أعتقد المنظومة كلها محتاجة تتغير جزء من المنظومة كلها